في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قام وفد من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بزيارة إلى المملكة وتم خلال هذه الزيارة بحث سبل التعاون في مجال التعليم العالي كما قام الوفد الإماراتي بزيارة إلى مدرسة سمو شيخ موزة بنت حمد الخليفة الشاملة للبنات في إطار العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تأتي زيارة وفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والتي تم خلالها بحث سبل التعاون في مجال التعليم العالي حيث عقد اجتماع بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية وذلك بهدف تعزيز وتطوير التعاون بين الكلية والجامعة في المجالات الأكاديمية تشرفنا بلقاء الأخوة الكرام من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من هذه الجامعة المرموقة وكانت زيارة ناجحة تم بحث فيها مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم والتعليم العالي وخصوصاً فيما يتعلق أيضاً بكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي الجانب التدريبي وذلك التجسيداً لما يربط البلدين الشقيقين من علاقاتهم منتميزة كما قام أعضاء وفد الجامعة بزيارة إلى مدرسة سمو الشيخة موزا بنت حمد الخليفة الشاملة للبنات اطلعوا خلالها على تجربة إنشاء المدرسة الشاملة في مملكة البحرين التي تضم المراحل التعليمية الثلاث في موقع واحد مع الحفاظ على خصوصية كل مرحلة دراسية وما تضمه من تجهيزات وخدمات تعليمية كما تجول الوفد في مرافق وأقسام المدرسة المختلفة وإطلعوا على المشاريع التربوية التي تنفذها مشيرين بمدرسة سمو الشيخة موزا بنت حمد أهل خليفة الشاملة للبنات كنموذج للمدرسة الناجحة شرفنا اليوم بأننا نكون مع مائية معالي الوزير ومع أخونا في الوزارة وقدرنا بأننا نجدد أواصل التعاون المستمر ما بين جامعة محمد بن زايد العلوم الإنسانية ومع الوزارة في شتى المجالات وحصلنا على الشارع الكبير بأننا نزور مدرسكم النموذجية صراحة الممتازة وننظر إلى المشارعكم الأكاديمية الزاهرة في الجامعة الجديدة واليوم نحن كذلك ننظر إلى التعاون في مجال الأوقاف وتعاون في مجال الدراسات الإسلامية والإنسانية ونحن نتشرف بأننا نستمر في هذا التعاون وضعنا عدد من المسائل المتعلقة بالتعاون بين جامعة الشيخ محمد بن زايد وكلية الشيخ عبد الله بن خالد رحمه الله وهي لا شك أنها مسائل مثمرة بإذن الله وسيجد المجتمع عثر ذلك وبهذه المناسبة أشاد وزير التربية والتعليم بالزيارة الناجحة لوفد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والتي تم فيها بحث المجالات المشتركة في التعليم العالي من جانبه أكد مدير الجامعة أن الزيارة تهدف إلى تجديد أواصر التعاون المستمر بين البلدين الشغيقين في شتى المجالات متمنيا الاستمرار في التعاون بين الطرفين